مرحبا أعزائي الطلاب هنا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الثالث المتوسط بعدنا بالوحدة الأولى أنا أعرف أن هذه الوحدة الأولى صار بها هواية قواعد لكن هي هالقواعد مالتكم أحاول أن أقدمها بأسلوب حلو يسهل فهمة همشي وطريقة غير مملة اليوم عدنا شرح موضوع مهم هو بمعناته وصف حالة مستمرة شوفوا أنا لما أريد أوصف حالة مستمرة رح أستخدم زمانين هو المضارع المستمر والماضي المستمر إذن مضارع مستمر لأنه هو أصلا هو ده يقول مستمر فراح أجيب مضارع مستمر وراح أجيب ماضي مستمر أنا قسمت الصبورة نصين بهذا الشكل حتى أميز لكم الفرق بينها خاصة بالقواعد present continuous أول شي خلنشوف استخداماته قبل لننتقل الشكل ماته أنا استخدمه شوكت مثلا درد عبر عن هاي اللحظة أنا دا أدرسكم أنا دا أدرسكم معناتها أنا هسة دا أدرسكم هسة هسة بهذا اللحظة أنا دا أدرسكم أنتوا هسة بهذا اللحظة جدسة وقعد تقرون إذن أنتوا حالة مستمرة مواقف الحالة لا مستمرة أما الماضي المستمر هو حدث صار بالماضي شوفوا رح أرسم لكم شون خط الأعداد بالرياضيات مثلا نقول هنا حاضر حاضر في هالشكل مثلا نقول هنا ماضي بسيط الماضي المستمر هو يعني بدأ مثلا بدأ هنا واستمر لفترة محددة وانتهى استمر يعني شوية هو ماضي هنقول هنا مستمر بدأ فترة معينة وانتهي جوز طوال ساعة جوز ساعتين وجوز ثلاثة بس هو استمر لمدة أطول من الماضي البسيط يعني خلي أطيكم مثال أقول لك البارحة أنت كنت تسوي ساعة ستة العصر البارحة دا تدق عليك وانت مدت جاوبني فأقول لك شنت تسوي أنت من الستة لستة ونص أنا تدق عليك وانت مدتجاوبني حتقول والله أنا تدد أسوي واجباتي أنا كنت أسوي واجباتي فأنت كنت بحالة مستمرة من الستة لستة ونص أنت البارحة صاحب ستة البارحة فد نص ساعة قاعد تسوي الواجبات أو ساعة زين أنا هسا دا أقول لك انت شا تسوي أو انت شا تسوي هسا قاعد تقرين إذن الحالة مستمرة زين هذا هو الفرق بين الماضي المستمر والمضارع المستمر رح نجي الشكل الماتة يكون كلا أعتي سبجكت هو فاعل زائدا إز أو آر أو آم رح أقسمها الإز والآر أو آم مثلا أقول بقية الضمائر تأخذ آر إحنا ماخذين قبل أنه الضمائر كل ضمير يأخذ فعل شكل كل ضمير يأخذ فعل شكل زين يعني شي تأخذ إز لكن الزيش يأخذ يأخذ آر وي تأخذ آر لكن ينهيش تأخذ إز والآر تأخذ آن زين الظروف المستخدمة بالمضارع المستمر هي ناو واتذا مومنت ناو الآن اتذا مومنت يعني في هذه اللحظة يعني شوفوا هناني أنا يقدر أقول she was writing at that moment بذلك الوقت أنا استخدمت at the moment بس قلت that مو كتبت أقول that بليج اللحظة وين جتي من البارحة بالستة أنا أدوك عليك أوكي البارحة بالستة وين جتي أقول I was doing my homework بهاي اللحظات أنا كنت دا أسوي أوكي that أوكي تلك اللحظات أنا شدة أسوي وأجباتي وهكذا زين تعالوا خلي نرجع أنا أخذ مثال she أخذت is زاعدا فعل writing write هش تنكتب لكن من أضيفلها ing أوكي خلي نقول زاعدا ing أوكي تحذف الإ أوكي تحذف الإ أوكي هنا أنا مو ضعفولي التي تقولولي لا هنا ما يضعف التي ما دام أنا حذفة الإ بعد ما أرجع ضعف التي يعني أسوي أكشن واحد شغلة وحدة أسويها أوكي اللي هي أحذف الإ هواي عندنا أفعال مثل هاي الأفعال تنحذف الإ مالتها البن هاي ما جبتها لكم هنا بهذا الفيديو لأن أنا أعتبر هذا لازم أشرح لما أشرح الفوكابولاري أو لما أشرح الإملاء أوكي والأضافات لما لما أضاف أس لما أضاف أعنجي لما أضاف إي دي وهكذا زي خلني نكمل هي تكتب بهاي اللحظة زي أعنجي الماضي المستمر فاعل شوفوا ما بيها قام قام بالمضارع المستمر زادة فاعل لكن خلنا نفسخها لها نقول تأخذ طبعا من الآي أيضا تأخذ وص بذي وي يو تأخذ وير زيان حسن يجي هي كانت شنو تكتب مثلا لا خلينا ما نأخذ شي خلينا أخذ غير برونان ضمير نقول ذي وير ريدينج هم يكانوا شنو ريدينج يقرون فاشوفوا ذي أخذت وير زايدا آينجي زيان أنا كنت أسوي واجباتي أوكي وهكذا أنا ما سوت شي بس أحفظ القاعدة بس أحفظ للقاعدة والاستخدام مالته يعني أفهموا لي إنه الماضي المستمر عن يا حدث أنا داحت شو كنت أستخدمه لما أنا مثلا داحت على البارحة أنا مثلا كنت أسوي كذا كنت أسوي كذا وهكذا آني أو استمر هذا الحدث أوكي تكمل لش شرح حتى ما تنسون استمر لمدة معينة آني هاي طريقة كلش أحبها إنه أسوي مثل خطة الأعداد وأشرح عليه ليش لأنه يبقى ببالكم ما تنسون أما المضارع المستمر فهاي القاعدة مالته أوكي صح شوية أحس الصبورة انملة كتابة لكن خنقول إحنا شرحنا كل جزء من عندها أيضا تحفظون القاعدة مالتها وتعرفون وش وقت أستخدمه آني آني دائما من أحتي حاولوا تكتبون الأحتي يعني شرح الأحتي أوكي لأن آني أتجنب إنه هواية أكتب بالعربي الصبورة لأن أريدكم تبقون مهتمين ويا الإنجليزي أوكي مو ويا العربي زيان حس شنسوي خلينا أخذ الزمني بالنفي وبالاستفهام نقلوا حتى لأن رح أمسح الصبورة أوكي لأن أريد أشرح النفي والاستفهام زيان جبنا انتقلنا إلى المضارع والماضي المستمر لكن بالنفي انتبهوا لي آني عند النفي أستخدم ناط هاية ناط وليس نوت أوكي أكو فرق يعني ناط دا أقول لكن ناط هي هاية الناط الناط بمعنى مثلا آني دا أكتب يعني ملاحظة دا أريد أكتب أوكي ملاحظة يقولكم كتبوا هاي الناط كتبوا هاي الملاحظة زيان خلونا نيجي احنا قدنا نستخدم ناط عنده النفي بالحال تين زيان تعالوا ناخذ مثال عليها حاجة آني أحط الناط بعد الفعل المساعد بالجملة هنا أيضا نحط الناط بعد الفعل المساعد الفعل المساعد شنو was or where أوكي بالماضي المستمر وهنا الفعل المساعد am is or شو تصير I'm not doing my homework now آني مدا سيواجباتي هنا يصير I was I wasn't doing my homework زيان خلي نجي أوكي هسا في حالة الاستفهام نفسي المثال بس أسوي استفهام زيان رح نأخذ خلي نأخذ مثال آخر حتى نطلع من الملل they are looking for my birthday هم looking for يعني شون متحمسين دي انتظرون الميلادي زيان آني هنانا جملة اعتيادية ردت أسويها نفي أحط الناط هنا أوكي في حالة النفي حطيتها بعد الفعل المساعد زيان ما ردت نفي أوكي مثلا ردت استفهام شي يصير أقول are أجيب الفعل المساعد أوكي فعل المساعد بعدين أقول they are they looking for my birthday هل هم متطلعين متحمسين دي انتظرون عند ميلادي وهكذا زيان أقول هنا نفس المثال لكن بالماضي المستمر they were looking for my birthday هم يكانوا متطلعين العيد ميلادي فهنان they were شوفوا هنان they are أوكي يختلف زيان إذا أريد في حط ناط هنا وإذا أريد استفهام مجرد أني أقدم الفعل المساعد على الفاعل صير where they هم كانوا for my بقال 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 هذا كل ما يتعلق بالماضي المستمر والمضارع المستمر بعد بقالنا موضوع مهم جدا لازم أذكره ويا الماضي المستمر ومضالع المستمر هو وين وايل تعالوا ناخد فكرة عنها رح أمسح الصبورة وأرجع على وين وايل ورح نكتب قاعدة على وين وايل وهو موضوع كل السهل بس هنقول أكثر أشياء يخربطون بها الطلاب تعالوا حتى بعد ما خربط بها يلا انتقلنا إلى موضوع هاي حلوة ما لانتقل اوكي انتقلنا إلى موضوع آخر هو موضوع مهم باعتبار شرحنا ماضي مستمر شوية طرقنا الماضي البسيط هو وين وايل بالبداية هاي الوين والوايل هي شن هي أدوات رابط أدوات رابط يعني تربط بين جملتين زيان وين بمعنى عندما ووايل بمعنى بينما ما تعرفون البا من الياء من الميم اوكي المهم هي بينما زيان عذروا خطي زيان الوين يأتي بعدها ماضي بسيط شوفوا ماضي البسيط بس حتى أذكركم به اوكي مثلا هنقول اي بلايد فتبول مثلا يستردي انا لعبت كلات القدم البارحة فالفعل عادة ما يأخذ بي اي دي او يكون فعل الرجولر فعل شاذ اوكي مو قياسي يتغير مثلا اوكي ماضيها وينت اوكي هذا المقصود بي في الرجولر زيان حسن نجي هذا حسن ماضي البسيط يعني بعد وين ماضي بسيط زيان اذا هو يربط بين جملتين بعد الجملة الثانية شنو الجملة الثانية تكون ماضي مستمر خلونا نأخذ مثال اي واز ووكينج انا كنت دا اسير اوكي دا تسيار طالعة وهناك وصار انفجار لا قدر الله اي واز ووكينج ببداية شوفوا هنا نواز زاد الفعل بي اي انجي اوكي عرفت انه الجملة شنو ماضي استمر زيان وين عندما 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 سمعت انفجار لا قدر الله بس حسيت هذا المثال من واقعنا فان هنا انا اي هيرد ماضي طبع هنا ماضي بسيط زيان يعني اللي فهمت انه وين بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر حفظوا لي هاي القاعدة حفظوا لي انه بعد وين ماضي بسيط لا تفكرون اللي شا الجملة شنو حتى متخطؤون لهم مرات انا افكر اقول ها هو وين هو بعدها ماضي بسيط لو ماضي مستمر فاضل افكر فحفظوا اللي بعد وين الجملة المرافقة الوين تكون ماضي بسيط زيان ويل جملة اللي بعدها ماضي مستمر تماما عكس وين بمعنى بينما زيان الثانية شنو ماضي بسيط اوكي الثانية يكون ماضي بسيط اللي قبل ويل خلينا اخذ مثال اي ريد هنا انا مو ريد هنا انا ريد ماضي هو نفس الاملاء بس اللفظ يختلف بسيط ماضي بسيط انا قريت واجباتي بينما امي كانت تطبيق العكل شوفوا انا امي كتبتها لكم بطريقتين اثنين صحيحة سواء هاي الطريقة او سواء هاي الطريقة هسا ما هذا المهم المهم انه هناك الجملة شون تكون شوفوا امي امي سواء هاي الطريقة اخذت واز زاد الفعل بـ ing السؤال كالآتي شون رح يجينا بالامتحان يجيكم بالامتحان كالآتي مثلا جملكم ويل بالجملة او وين بالجملة وحط لكم الافعال مثلا خلينا اخذ مثلا هذا الفعل اوكي وين رح يقول لكم ويقول لكم صحح الفعل انتو رح تباعون ها عندي وين قبل وين ماضي مستمر فرح تجون انتو اي تاخذ واز والفعل ياخذ ing اغلبكم ينسى الفعل المساعد رأسا قبل حاط ing للفعل لا لا تنسون الفعل المساعد جدا ضروري ومهم نفس الشي هنا ويل ايضا مثلا يجيب ها ياته مثلا يقولكم ريد الفعل وصححه انتو رح تقولون ريد هو نفس الاملاء لكن اللفظ ما تختلف اذا هذا كل ما يتعلق بوين اند وايل الى هنا ينتهي دلس اليوم شكرا لا تنسون تفعلون جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد انشرا باي باي